موسيقى موسيقى يعد الملف الأمني في العاصمة الموقتة عدن إلى الواجهة مجددا مع تصريحات وزير الداخلية بعدم قدرة الحكومة على فرض سلطاتها على الأجهزة الأمنية المسيطرة على المدينة موسيقى أهلا بكم وزير الداخلية الذي كان يتحدث في لقاء مع خطباء وأئمة مساجد عدن جدد التأكيد على أن هناك أجهزة وقوى مدعومة من قوى خارجية تنازع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة سلطاتها وتمنعها من أداء مهامها في حفظ الأمن الوزير حاول التنصل من مسؤولية تحديد من يقف بالضبط وراء الجرائم التي لحقت بالدعاة والأيمى والتي أودت بحياة عدد وخروج آخرين منهم من عدن لكنه قال إن الأجهزة التابعة للوزارة ألقت القبض على مرتكبي بعض عمليات الاغتيال ما جعل الأمر يبدو وكأننا أمام مشكلة سياسية يخضع حلها لطبيعة العلاقات بين الأطراف السياسية في عدد يلقي البعض بالمسؤولية على التحالف الذي اختار المضي في خيار بناء قوة غير خاضعة لسلطات الحكومة الشرعية وهو الأمر الذي أكده تقرير خبراء مجلس الأمن فيما يرى البعض أن الحكومة ذاتها هي السبب في استمرار الوضع القائم في عدن وبقية المناطق المحررة على ما هو لأسباب تبدو غير مفهومة حسب هؤلاء للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من كوالا لنبور القيادي السابق في المقاومة عادل الحسني ومن عدن الصحفي صلاح السقلدي أرحب بكم أضيفي الكريمين أطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد السقلدي من عدن إذن السمرار للإنفلات الأمني وتعدد للأجهزة في عدن من يتحمل مسؤولية الوضع هناك؟ سيد السقلدي تفضل نعم مساء الخير عليكم وعلى سائر المشاهدين جميعا لا شك بأن من يمتلك السلطات ومن يمتلك أسباب نعم من يمتلك السلطات ومن يمتلك كل أسباب التغيير فهو المسؤول عن هذا الوضع بدون شك نعم هناك إشكالية في التواصل طيب لا بس سنحاول حلالة إشكالية نعم إذن أسأل هذا السؤال ذات السؤال المشترك إلى ضيف الآخر سيد عدل الحسني سيد عدل من كولنبور أسألك ذات السؤال استمرار الإنفلات وتعدد الأجهزة في عدن من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله وسائكم أخي الحبيب والسادة والمشاهدين الكرام قديما قالوا لا يجتمع سيفين في غمض واحد نحن اليوم أمام دولتين في عدن وبالأصح أمام ميليشيات وعصابات تتحكم بمفاصل عدن الداخلية برا وبحرا وجوا تشرف عليها الإمارات العربية المتحدة وللأسف أنها حتى لم تكن محتل شريفا فالمحتلين على مر الدهور مروا على مناطق فكانوا مثلوا فيها سلبيات وإيجابيات لكن الإمارات لم تصنع مصنعا لم تبني جامعة لم تتعبط طريقا ولا قسرا ولا جامعة ولا مشفا ولكن صنعت العصابات والميليشيات وقتلت الأمة والدعاء ونصبت هؤلاء الميليشيات الذين يتلقون الأوامر منها مباشرة ولا يعترفون بالرئيس ولا أبوزير الداخلية ولا بالدولة بالتالي هذا شكل يعني معضلة كبيرة في هذه المدينة فسفكت فيها الدماء وانتشرت فيها المخدرات وخطفت فيها النساء وحصل فيها ما لم يحصل في مدينة في الدنيا والله نستعب لكن هل يمكن تحمل كل هذا الوضع والحكومة للإمارات ومن تقول أنه ميليشياتها في مدينة عدن وفي نهاية المطاف هناك وزير داخلية هناك حكومة متواجدة في عدن كيف لا يمكن أن تحملهم مسؤولية كل ذلك أخي الكريم الأخ أحمد الميسري عندما وصل إلى عدن حاول أن يلومن من الصفوف وأن يجمع الناس على كلمة واحدة ففكروا له حرف يناير ووصلوا إلى قرب بيته وقال منير اليمامة في ذلك اليوم أنه سيدخل إلى بيت الميسري وسيتصور في قرفة نومه وخاب وخسر ولا يعلم أن دون ذلك الرجال ستقطعه إلى أشلاء تأكلها النمل ولكن حققت الأمر أن الناس وصلوا إلى جنب بيت وزير الداخلية بقي يحرص بيته فالرجل يعني هو يريد أن يفعل شيء لكن لا يمتلك كل المقدرات وكل الميليشيات الموجودة لا تخضع لوزير الداخلية نعم فعل المجتمع أن يعرف ذلك وعلى الناس كميع أن تقول كلمتها وأن تتوحد كلمتها في مواجهة هذا الظلم والاحتلال الغاشن طيب يعني هذا المسألة يعني سيد الحسني إلقاء اللائمة على التحالف على القوى المرتبطة يعني على الإمارات على القوى المرتبطة به في تعطيل عمل الحكومة أمنيا في عدن ألم يكن من المنطق لهذه القوى أنها في ظل غياب الحكومة في نهاية المطاف الحكومة كانت غائبة لم تكن متواجدة حتى إلا وقت قريب منذ أن عاد كثير من وزرائها إلى عدن هؤلاء في النهاية غطوا الفراغ الأمني الذي كان حاصلا في عدن أليس كذلك؟ الحكومة غيبت ولم تغيب الحكومة لا يرد لها أن تستمر في عدن أجاء المحافظة المفلحي رجل كادر أكاديمي رجل دولة عندهم أهلات عنده مشروع برنامج لعدن فخوّن هذا الرجل وطرد من عدن ولم يسمح له بالعمل ولم يسمح له حتى بدخول مبنى المحافظة ويجيئ اليوم بهذا المحافظة المسكين الذي لا يستطيع أن يقود مديرية فضلا أن يقود عاصمة دولة ينبغي لها أن تكون يعني ممثلا وكبيرا لهذا البلد الكبير ولهذه المدينة التي حررت والتي رأى الناس أنها ستكون منطلغا للتحرير في اليمن كاملا لكن للأسف جعلوا منها أسوأ مدينة في الجمهورية ولا حول ولا قوة إلا بالله أعود إلى ضيف الآخر صلاح السقلدي الصحفي من عدن عبر الأقمار الصناعية السيد السقلدي كنت سألتك السؤال المشترك السمرار للإنفلات الأمن وتعدد الأجهزة في عدن من يتحمل المسؤولية ضيف الآخر يقول أنه من يتحمل هذه المسؤولية هي الإمارات والميليشيات التي تتبع لها كما يقول نعم هذا التعدل بالجهات الأمنية هو صورة للتعدد المشاريع السياسية في عدن وفي الجنوب عموما وبالتالي لا غرابة أن يحصل مثل هذا ولكن دعني أقول بأن من يتحمل باللائمة بدرجة أساسية ومن يمتلك هذه السلطات من يمتلك الأجهزة الأمنية من يمتلك المال من يمتلك الإعلام من يمتلك أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزارتها صحيح أن هناك أطراف أخرى اللاعبين لكن ليس بالدرجة الأساسية التي تقع على عاتق هذه الحكومة وما ذهب إليها الأخ الوزير الداخلية أحمد الميساري في كثير من الصحة ولكن هناك غمض شديد فأتفق معها قيدا وإلى حد كبير بأن الجمع قد تفرق ما بين ولا السعودي ولا الإمارات وتركوا الوطن دون أي مآدر ودون أي شدة حضد له لكن الوزير لم يوضح لنا تحديدا ولم يكن صريحا برغم ما عرف عنه من صراحة ومن وضوح في التصريحات ولم يقول لنا من هي هذه الجهات التي تقف عايقا أمام حاكمة هؤلاء المقرمين ومن بالضبط الذي عيق تقديم ملفات ومقرمينهم يقول عنهم الوزير بأنهم في متناول النيابة والنيابة بمتناول القضاء كما نعرفها والقضاء هو بمتناول الوزارة العدل التي هي جزء من الحكومة الميسارية نائبا لرئاسته وبالتالي من يتحمل عن هذه القرائم هو الذي يشارك فيها أو من هو الذي يصمت عنه دون أن يفسح طالما هو الأخ الوزير يقول أنه لديه معلومات وأنه هناك جهات تارتني لما حل الداخل وتارتني لما حل الخارج لكن لا يعرف لماذا الوزير يظهر كلما تحرك هناك القضي الجنوبي وكلما تحرك بالتحليل المجلس الانتقالي على الأرض ويحاول أن يتخذ من هذا النقطة وقصد أنه مضوع الأمن ورقة افتزاز وورقة تشهير وتجنيع وتعريض للقواء الجنوبي من الذي يحاول القيام بالإبتزاز والتشهير ويلعب على ورقة الوضع الأمني الشرعية بكل مكوناتها بما فيها الأحزاب وما فيها بعض الوزراء فالأخ الوزير طالما يقول بأن هناك جهات داخلية وخارجية هي تقف عائقا أمام حاكمته وتقف وراء عمليات الاغتائية فلماذا لا يفسح عن هذه القواء فلا أعرف لماذا يراوح الوزير مكانه ويظهر بين الحين والآخر ليستمعنا نفس الكلام ونفس الموال دون أن يتقدم خطوة ملاحظة ويقول لنا لماذا هناك ثلاث سنوات من هذه الملفات مبير أمام النيابة ولم يحرك أي ساكن والنيابة والقضاء كله بيد هذه الحكومة ما المانع من هذا؟ وإن هما هؤلاء المتأمون؟ بعهدة من؟ ولماذا لا يقدمهم؟ إذن القضاء والنيابة بعهدة الحكومة الشرعية أو بالأحرى الجنوب ساحة الجنوب أصبح ساحة لصراعات سياسية وصراع مشاريع وبالأخير يرفع هذا الكرت كرت الآمن بوجه كل من يحاول أن ينتصل للقضية الجنوبية للأسف الشديد وهذا الشرعية بكل مكوناتها درجة عليها منذ أربع سنوات تقريبا سمعت ما قاله سيد الحسني الأمن في نهاية المطاف وزارة الداخلية بيد الحكومة الشرعية العدل بيد الحكومة ما الذي يمنع الحكومة الشرعية من الإفصاح عن المتسببين بالإضطراب الأمني لعدن للعاصمة المؤقتة ومحاكمتهم؟ لماذا لم يصرح بذلك وزير الداخلية أمام في لقائه مع الخطبة والدعاء وخطبة المساجد؟ كل وضوح وقال نحن أمام احتلال أنا مجرد الداخلية لا أستطيع أن ألقي بأي أوامر لأي ضابط في وزارة الداخلية لا أستطيع أن أجر الميناء لا أستطيع أن أجر المطار لكن بعد حرب يناير حاول الوزير أن يمد الحبال مع هؤلاء أسهل لعل أن تحقن هذه الدماء لكن هؤلاء العصابات ومليشيات لا يملكون من أمرهم شيء أفقد الشيء لا يعطيه هؤلاء الضابط الإماراتي يعطيهم الأوامر بالواتس أب تحركوا نفذوا تعالوا أذهبوا آتوا ليس لهم من الأمر شيء وهم لا يساون عنده صحن الرز الذي يصرفه لهم فنحن أمام أجندة وعصابات ومليشيات لا تتبع إلى الإمارات متى ما أراد التحالف ومتى ما ضغطت المملكة العربية السعودية على الإمارات أن يقاب صلب الدولة أن يعود الرئيس الجمهورية أن تعود الحكومة أن تقام المؤسسات أن تقام الشرط أن يقام الغضاء أن تقام المحاكم عندنا سنلوم الحكومة ونلوم الشرعية أما في ظل العصابات المتحكمة في عدن فعلى الإمارات أن تتحمل مسؤوليتها كاملة لأنها عرفاً وشرعاً وقانوناً وعقلاً هي من تتحمل كل قطرة دم سهلت في عدن سواء كانت فيها المؤسسة لكن هذا الكلام تقول أنت لا يقوله مسؤول الحكومة يعني مسؤول الحكومة لا يشتكون لا يتحدثون الآن أقصد عن الإمارات ودورها طيب من الذي تحارب في عدن؟ من الذي تغاتل في عدن؟ هذه الميليشيات التي تغاتلت في عدن بالمدرعات الإماراتية وبالأباطسي الإماراتية وبالأطقم الإماراتية قاتلت من؟ ألم تغاتل الدولة؟ ألم تغاتل الشرعية؟ ألم تصل إلى جنب بيت الميسري؟ ألم تدخل بيث مهران المغطري قائد اللواء؟ الحارس الرئاسي؟ نحن نحرث في البحر أو نقاط أنفسنا أو نطحن في الهواء علينا أن نضع عن نقاط فوق الحروف وأن نحدد مك من الجرح نحن اليوم أمام احتلال قاشم الإمارات تحتل البلاد المناطق المحاررة برا وبحرا وجوا ومسيطرة على زمام الأمور يجب أن نقول هذا وضوحا للعالم كله أما أننا نلف ونندور ونقاط أنفسنا فعندئذ سنقني نحن الثمن وخاصة نحن الجنوبيين وللأسف أن البعض يظن أنه هو الجنوب في قرية معينة أو فنريد أن نترفع عن هذا الجنوب اليوم لا يستطيع أحد أن يتكلم بإسمه ولا بأقياله ولا بقبائله ولا بأشرافه الذين لا يرضون أن يكونوا عبودا عبيدا وأذلا أمام هذا البلوشي أو غيرها الأحرار لا يرضون بهذه العبودية للأسف لكن العبيد الذين إذا أمطرت السماء حرية لرفع المظلات سمعت ما قاله سيد السقلدي في نهاية المطاف الحكومة كما يقول مغيبة كما يقول ضيفي الآخر السيد الحسني كذلك هناك إشكالات في طبيعة قدرة الحكومة على التحرك في ظل ما يقول أنه احتلال غاشب من قبل الإمارات الحكومة مغيبة عن كل شيء صحيح ولكنها ليست مغيبة عن نهب المال العام ونهب المعونات ونهب القروض ونهب الدعم الذي يأتي من الداخل والمقدرات الداخلية لكن دعني أن أوضح للأخ الحسني ولكثير من الأخوة الذين يتعمدوا خلطوا الأمور عن ربما الحاجة في نفوسهم فمن يسميهم الحسني بينهم مليشيات وهو يلمح بالتأكيد إلى قوى الحزام الأمني والنخاب الجنوبية فهذه الأجهزة اتفقنا أو اختلفنا مع طريق التشكيلة إلا أنها من يواجه الجماعات الإرهابية من حضرموت شرقا إلى باب المندب غربا وهي من قدم كثير من التضحيات وهي من الذي وضع على فوهة التحديات وتقدم كثير من التضحيات قتلة وجرحة من جنودها ومن ضباطها ومن صف ضباطها في عدن وفي أبيان وفي لحج وفي كل المناطق وفي شبوة وبالتالي إذا كان هناك أجهزة تقاوم يعني أنت الآن تقول أن الحكومة ليست هي المسيطرة إذا أفترضنا أن هذه أجهزة أن هذه هي عبارة عن مليشيات فلماذا تم صدار فيها قرارات رئاسية بتعيين وترقية ضباطها وتسمية ألويتها وإن عزمنا على أن نرمي بهذه القهات البحر فمن الذي يسيد سد فراغها أين هو دور الحكومة وإن الدور الكرعية في هذا يعني نحن الآن نتحدث عن عدن الحزام الأمني في عدن ليست له قرارات جمهورية لم يصدر بقرارات جمهورية لم يؤسس ولم يشكل بقرارات جمهورية الحزام الأمني في عدن إلا هي مشكلة وأتمنى أن تصحح هذا المعلومة تم تشكيلها بقرارات جمهورية وتم تسمية قادتها بقرارات جمهورية وتم ترفيع الرتب العسكرية لقادة هذه الألوية بقرارات جمهورية وأتمنى أن ترجع إلى المصادرها وستأكد من صحة لها إذن كيف يقول تقرير فريق الخبراء أنها قوات مدعومة من الإمارات أفترض أن هذه الأجهزة ليست موجودة أو عزمنا كلنا على نزيحها من المشهد فهل بمقدور هذه السلطة وهذه الحكومة وهذه الوزارة أن تسد الفراغ الأمني الموجود أنا أشك في هذا ولا تستطيع على الإطلاق أن تحمي نفسها حتى في معاشر فإن كان هناك من إنصاف يجب أن نصطفق جميعا وراء كل جهاز أمني أختلفنا مع توجهاته السياسي أو اتفقنا فطالما والأمن يهم الجميع كله والغياب الآمن سيصيبنا جميعا بالصميم فيفترض أن نصطف خلف هذه الأجهزة ونبقى لشأن السياسي له ميدانه وله ساحته بعيدا عن العبث بالساحة الأمنية فالعبث بالساحة الأمنية والأمن فهو سيمضي بنا إلى التهلك بدون شك فهناك أرواح تزهق ونفوس ودماء تسال للأسف والجميع يصر خصوصا داخل الشرعية وداخل الحسابة يصر على أن يتخذ من الأمن ورقة تركيع وورقة الضغوطات وورقة ابتزاز وورقة تصفيد حسابات لتمرير المشاريع السياسية بالمحصلة الأخيرة سمعت ما قاله سيد الحسني يعني في نهاية المطاف لا يمكن إلا الاعتراف كما يقول كثيرون أن الوضع الأمني في عدن تحسن في نهاية المطاف معيشه اليمني المواطنون في عدن الآن من وضع أمني هو أفضل بكثير مما كان بعد خروج الحوثيين من العاصمة المؤقتة لماذا تحاولون تسييس الوضع الأمني ووضع حياة الناس في عدن في تجاذبات سياسية لا يستفيد منها المواطنون لسنا ضد هؤلاء يكونوا رجال دولة ويأخذوا الدولة بقوة نحن معهم هؤلاء مجرد عبيد هؤلاء مجرد ميليشيات الفلاقون ومنهم الإماراتيين لا أقل ولا أكثر عندما يكونوا رجال دولة والدولة بيدهم ويضبطون الأمر على عيني وراسي هذا أخوي جنوبي أخوي أما أن يكون عبداً وميليشياته على الإمارات ثم يتحقق بمكافحة الأرهاب ما الحوثي يكافح الأرهاب فلماذا نحن نقاتل الحوثي إذن؟ إذا كل ميليشيات سترفع رائد مكافحة الأرهاب قبل أن نخضع لها فخلاص الحوثي الحوثي يكافح الأرهاب والحوثي ضبط الشمال أكثر مما ضبطت هذه الميليشيات الجنوب قارن بين ميليشيات الحوثي في الشمال وقارن بين ميليشيات الإمارات في الجنوب أيهما ضبط؟ أيهم أشد حنكة ودولة ورحمة بالخلق حتى والله إن العالم كله يعرف أن الحوثيين أفضل من هؤلاء معنا نختلف مع الحوثيين ونعرف أنهم خطر على البلاد وعلى الهوية وعلى العقيمة لكن ليس كل من قال نحن نكافح الأرهاب ونقول الله خلاص نقرر لك هذه ميليشيات في الأخير قبل تعرفنا ميليشيات نحن في اليمن عندنا شيء اسم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية متى منطوت هذه الميليشيات تحت أمر في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيمة مؤسسة الدولة فعند إذن ستنعم الناس بالأمن والاستقرار أما في ظل ميليشيات فمن فوضى إلى فوضى ومن قال أن عدن تنعم بالأمن فأنا أعتبرها نكتة عام 2019 لكن سيد الحسني لماذا لا يمكن يعني هل يمكن الآن للحكومة أن تتحمل مسؤولية الأمن في عدن ماذا لو غادرت من تقول عليها ميليشيات ماذا لو غادرت قوات الحزام الأمني وتركت هذه المدينة للحكومة يقول ضيف الآخر السقلدي لن تستطيع ضبط الأمن لنظرا للتحديات التي ستواجهها والله إلو سلمت عدن لأبناءها لضبطوها يسلموها لبسام المحضر يسلموها لأمجد خالد يسلموها للشباب الذين قاتلوا في عدن وإذا ما يضبطوا عدن تعالوا وقول له أنا يعني لومني بكل ما تعنيه الكلمة لكن هؤلاء جاءوا من خارج عدن وعبثوا بعدن نهبوا أراضيها نهبوا مثرواتها قتلوا أبناءها سجنوهم اعتقلوهم وقيبوهم في السجون السرية الأهالي يصيحون لأنها هؤلاء مليشيات وعصابات ما فيها مخبرين ومحششين الناس كلهم سلموا عدن لأبطالها الذين قاتلوا في عدن لأهلها لشبابها لمقاومتها لرجالها وسيضبطون عدن وسيجعلونها تشعرونها هذا جزء من المشكلة ومصيبة كبيرة أن هؤلاء لا يعرفون يعني كيفية أبناء عدن مدنية أبناء عدن طبيعة أبناء عدن فجاءوا من خارج بعقليات قريبة يجب أن لا يستعبوها أبناء عدن ففرضوا أجندة وبرامج خارج منظومة التي عاشها ويعرفها أبناء عدن هذه المدينة المسالمة يا أخي ما فعلوه في عدن لم يفعله علي عبدالي الصالح في 33 سنة هذه حقائق يقب أن تقال ما الذي فعله أعطي من يتابعنا الآن معلومات على الذي فعله والله يا أخي لم يقتل في عهد علي عبدالصالح ولا في بريطانيا ولا الحجم الاشتراكي من العلماء والدعاء ما قتل في ظل هذه الميليشيات والله لم ينهب من الأراضي والممتلكات العامة والخاصة في حكم الميليشيات ما نهب في حكم هذه الميليشيات والله ما يعانوه اليوم تأتيني رسالة من سواقين القواطر الذين يخرجون من الميناء من الميناء إلى قعطبة من الميناء إلى سناح أكثر من 36 نقطة تبتزهم يا أخي هذا ظلم ما يقري هو ظلم ما يقري هو استبداد ما يقري هو قمة الاستحقار بالخلق والناس يجب على كل منصف يجب على من كان عنده ضمير أو خلق أو إنسانية أو رحمة أن يقول كلمة الحق سنقف قدن بني دي الله سبحانه وتعالى أما أن يجامل كلنا الآخر فوالله سنلقني العلقم جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله سيد السقلدي في نهاية المطاف يقول ضيف الآخر هذه القوات هذه الميليشيات كما يسميها تقوم بفرض إتاوات تتقطع تمنع المواطنين من الدخول وهي أيضا كما يقول لا تتوافق مع طبيعة المواطنين في عدن جاءوا بطبيعة أخرى مختلفة كيف ترد؟ محاولة إلباس الخلافات السياسية والمشارع السياسية ثوب مناطقي ثوب جهوي هذه أسلوب درجنا عليه كثيرا من السلطات الحاكمة فتارة تلبس القضية الجنوبية ثوب الحراك القاعدي والحراك الإيراني والمحاولة بإلباسها الثوب الجهوي من أجل إخراج القضية الجنوبية عن مسارها فالقضية هي قضية سياسية بدرجة أساسية لم يقول العادل الحسين من أن أتى حتى يتكلم على من هم موجودين في عدن بأنهم أتوا من خارج عدن من أتى العادل وعندما يقول بأن نترك الأمور لجماعة بسام المحضار فهي يجز من هذه التي يسميها ميليشيات فإن كانت جماعة بسام المحضار ليست ميليشيات فما الذي يفرق بينها وبين الحزام الأمني فهو بنفسه يستخدم جماعة المحضار فكيف لهذا الجماعة أن لا تكون ميليشيات وفقت توصيفه فهنا يتضح قليا ما المقصود الذي يريد الوصول إليها الحسني ما الذي يريده؟ هو يرمي إلى استهداف سياسي حسب الجهة التي أتم يمثلها فهو استهداف سياسي للقضية الجنوبية وبقرر ما أن هذه ما يسميها الميليشيات هي النافذة التي يحاول أن يطل منها ويستغل منها أخطاء وتجاوزات هذه تجاوزات موجودة بكثير من الأجهزة الشرعية بنفسها فإذا كان هناك أخطاء لهذه الأجهزة موجود بهذا الشكل حسب ما يقول والأجهزة الثانية الشرعية ليس لها أخطاء فلن يفترض أنها ليس لها أخطاء فلماذا ذالت للأخطاء؟ لأنها ليس موجودة ولا تبدل أي جهد لمواجهة الجماعات الإرهابية وسباب الأمن داخل عدن والمحافظات الأخرى فإن كانت ترسل الأخطاء فأعتنا بما لديك من بدائل أما بهذا الشكل وبهذا النظرة فالهدف السياسي يقف واضحا تماما وأن تم تغليفه بمسميات أخرى بميليشيات وما إلى ذلك فما هي الأجهزة الرسمية التي تمتلك هذه الشرعية وما هي الأجهزة والحلول التي يقدمها أن الحسني من الجهات التي أرسلتها لأن يحاول أن يشنع بالأجهزة الأمنية ويشنع بالقضية الجنوبية ويخرجها عن مسارها تارة يستخدم الجانب المناطقي وتارة أخرى يستخدم الإساءات ووصم الجميع بأنهم عبارة عن قطاع طرق هذا مؤسف للغاية ومؤسف أن يتم استرخاص الواحد بهذا الشكل ويقعل من نفسه مطيئة ويقعل نفسه أذال يعني في نهاية المطاف الجهات لا علاقة لها بالوطن ولا بالوطنية سيد سقلدي في نهاية المطاف ومع حفظ الاعتبار لضيف الآخر الذي سيستطيعني الحديث في هذه النقطة لكن أليس في نهاية المطاف مدير الشرطة مدير جهاز الأمن في عدن قريب من من تحمل الحكومة والأجهزة الأمنية في عدن الرسمية التي تتبع الشرعية هو في نهاية المطاف مدير الأمن في عدن قريب من الجهات السياسية إن صح التعبير التي ترعى الحزام الأمني وتدعمه نعم هو قريب ولكن السؤال في ذات الوقت لماذا الأخ الوزير لا يمارس سلطاته على من هو أدنى منه إذا كان هناك اختلالات وإذا كان هناك توقاوزات وإذا كان هناك أخطاء واستخدام ساءة المنصب والمكان التي يشغلها لا أنكر بأن هناك أخطاء في لجهزة الأمنية سواء بالمسلسة الأمنية التي يرأس مدير الأمن في المحافظة أو الحزمة الأمنية والنخب لا شك ولا في تجاوزات وفي أخطاء لكن أن نسلط الضوء على هذه الأخطاء ونغفل ما تحقق من خطوات قيدة وما قدم من تضحيات كثيرة في هذا المكن دعنا نقارن وضع الأمني اليوم هو ما كان عليه قبل ثلاث أربعة سنوات فأنا أكثر مرة أعلنت بأن الطريقة التي تم تأسيس فيها هذه الأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها كانت أخطاء كانت طرق غير صحيحة وعلى الإطلاق فيها بنية على أسس لا يمكن الركون عليها وعلى أرضية رخوة أو شبه رخوة لكن لا يمكن أن نغفل أن هذه الأجهزة استطاعت أن تحقق لنا جزء كبير من الأمن وحاربت الجماعات الإرهابية واستعالت الأمن والسكينة إلى الشارع بشكل كبير جدا يعني على الأقل قياسا بما كنا نحن أي شيء قبل سنتين أو ثلاث أو أربعة سنوات سمعت ما قاله سيد الحسني بالنهاية المطاف هو مواطن في عدن يرى أن هناك تحسن في الوضع الأمني ويقول أنه يعني اعزلوا عدن عن الاستقطاب السياسي اعزلوا عدن يعني حتى من تتحدث أنت كما قال عن جماعة المحطار وغيره يقول هؤلاء أيضا ميليشيات في نهاية المطاف هذا كلام غير صحيح هذا مغارضة كبيرة بالسلام المحضار يعترف بالرئيس عبدالربو المنصور هذه تلقى تعليماتها من الدولة من الشرعية من الرأسة من السلطات الشرعية فهذا كان مغارضة كبيرة يعرفها الغاصي والداني والصغير والكبير لا يستطيع ضيفة أن يمرها على أحد فإن استمروا في هذا فنحن نقول لهم استمروا استمروا في مزيد من القتل استمروا في مزيد من التهيير استمروا في مزيد من السجون السرية استمروا في مزيد من نهب الأراضي استمروا في مزيد من النهب استمروا في أدية الناس لكن أبشروا بثورة شعبية كبيرة تقتلعكم من قذوركم أنتم وأسجادكم الإماراتيين فإن الشعب الجنوبي شعب حر أبي طرد بريطانيا العلماء فما بالك بهذه الحشرة البسيطة وعبيدها ومن يعملون بها فنحن متكلون على الله وعلى الأحرار في هذا البلد وبلغ السيل الزبا ولن يسكت الناس على مزيد من الدماء ومزيد من الأشلاء أما مضلة الإرهاب وشماعة الإرهاب فقد عرف الناس الغاصي والداني أن الإرهاب هم بعينه أن من يقتل الدعاء من يهجر الناس من ينشأ السجون السرية من يريد أن يأخذ المساقد يا رجل أمس زير الداخل يلتقى بالناس جهارا نهارا ثم يأتي عبد الرحمن الولي أحد ميليشيات الإمارات فيقول أن الذين يجتمع بهم الميسري هم دواعش أي سفاهة هذا وأي بلطية من هؤلاء الميليشيات من هذه الحصابات نحن أمام يعني أمام قلت لك حقبة زمنية سوداء سيلعن التاريخ كل من يدافع عنها وكل من يعمل فيها وكل من يبرر لهذه الأخطاء والجرائم والنكبات والمصائب التي تجري في مدينة عدن ومن حولها لكن عندما أقول ميليشيات فنحن أقول ميليشيات سواء كانوا من أبيان من الضالع من لاحق من يافع ليس عندنا تفرغ في أحد وكل المناطق أهلنا وربعنا وأحباءنا من كان حرا من كان رأيه من رأسه هذا أخي أعتزبه وأكون له سندا في كل المراحل وإجراءهم الله خير لكن تتحدث عن تحمل الإمارات المسؤولية تقول أنها لديها ميليشيات ماذا عن دولة أخرى في التحالف السعودية مثلا هذا التحالف في نهاية المطاف هما دولتان أو دولتان تقودان التحالف وهما من يشرفان على الوضع في اليمان بشكل نعام في نهاية المطاف أمام المجتمع الدولي يا رجل أنا أعرف عدن جيدا وأنا زرت مغرق قيادة التحالف سواء قبل الاعتقال أو بعد الاعتقال المجنين في عدن هم الضباط الإماراتيين الموجود هو سعيد المهيري هو الذي يحكم عدن أبو خليفة سعيد المهيري هو الذي يحكم عدن ليس هناك سعوديين ولا يمنيين الذي يحكم أبو سعيد المهيري وأبو راشد وأبو متعب وأبو خالد والكل يعلم الكل يأخذ الأوامر منهم يذهب شلال علي شايع والمنير اليمامة وغيرهم فيخلعوهم ويأخذو حتى مسدسهم الشخصي هؤلاء مقرد حسالات يعملون مع الإماراتيين سيلفظهم التاريخ وعرفهم الغاصي والداني ولا كرامة لهم عندنا حتى حتى يستردوا كرامتهم ويستردوا أسرهم من الأمارات ويكونوا أحرار فعندئذ سيكونوا أخوة لنا وسنضعهم على رؤوسنا أما وطالما وهم على هذه المنطق طالما وهم يأخذون أوامرهم من الضابط الإماراتي على أهلهم على نسائهم اقتحموا البيوت انتهى كل إعراض أخذوا الأراضي هجروا الناس قتلوا الناس فأسمح لي أن أقول لك بهذا الكلام وإن كان قد ارتفع صوتي فأرجو المعدر من الجميع لكن الحال لا يسر أحد ولا والله يستطيع أن يدافع عن هذا الوضع إلا من دس رأسه كالنعامة وظن أنه لا أحد يرى سيد الحسني أنا تحديثي بالتحديد لماذا تعزل يعني هل يمكن أن يمر المشهد في مدينة في العاصمة المؤقتة عدن بمعزل عن رقابة السعودية هل يمكن أن تكون تصرفات الإمارات هذه كلها بدون يعني ولا كان السعودية أي دخل فيها السعودية عندما حصلت المعركة هي التي أوقفتها ألم تصل هذه الميليشيات إلى قرب المعاشيق فخرج السفير السعودي وأوقف الحرب هناك أسئلة كثيرة فعلا نعتب شديد وكبير على السعودية لأننا نحن دخلنا في حلف مع السعودية الحوثيون هم خطر علينا نحن والسعودية هذه الدولة بعيدة جدا هذه الدولة ما دخلت في بلاد إلا وأفسدتها نحن نعاتب السعودية عتبا شديدا على سكوتها على هذا الانفلات على هذا الأمر على هذا الاحتلال على هذا العبث والفوضى الجارية في المناطق المحررة وستكون نكبة على عاصفة الحزم وعلى أعادة الأمل التي يسمونها الشعب اليمني اليوم يعني يمر بفغر يمر بمعضلة إنسانية يعني بحسب تقارير أممية أن الشعب اليمني أفطر شعب في العالم بحسب تقارير أممية أن الشعب اليمني فيه ستة مليون مهاجر بحسب تقارير أممية أن ثلاثة مليون طفل تحت خط الموت يا أخي نحن أمام عبث والله لا يجوز أبدا لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا أن يكون الإنسان منسحة لهؤلاء وأن يبرر لهؤلاء هذه الكوارثة التي يرتكبونها في بلاد طيب إذن كيف تبرر سيد الحسن مسألة أن السعودية راضية أو تغضى الطرف عن كل هذه التجاوزات التي تقوم بها الإمارات كما تقول أنت في عدن كيف تبرر ذلك السعودية يا أخي عندها مشكلة كبيرة مع الحوثيين على الحدود والسعودية يعني نحن نخوض حرب واحدة حرب مصيرية الحوثي إذا انتصر علينا سينتصر على السعودية وإذا كسرنا الحوثي سنكسره معا لكن الإمارات هي داخلة في الفائدة خارية من الخسارة هي جاءت للموانا جاءت للقجر يا أخي أيش من الحوثي في جزيرت سقطرة أي حوثي في ميون أي حوثي في بعم المندب أي حوثي في مناع عدن أي حوثي في القجر أي حوثي في الموانا في المكلة في الضبا في المخا ما أولي جاءوا الأجندة معروفة عرفها القاسي والداني إلا من أراد أن يقلق عينيه ويحجب الشمس في رابعة النهار نعم أخي كريم السيد الحسن يقول أنه إذا ما استمر الوضع في عدن على ما هو عليه إذا ما استمر انقسام الأجهزة الأمنية فهناك ما يمكن أن يكون ثورة شعبية برأيك سيد السقلدي إلى من يلتج المواطن الذي يريد أن يعيش في نهاية المطاف يريد أمنا واستقرارا ولقمة عيش لمن يريد أن يلجأ إذا ما أراد حماية نفسه في عدن الشعب سيحمي نفسه بنفسه من خلال القوى الوطنية والقوى الحية الموجودة سوى كانت سياسية ثورية أو قوى أمنية فالشعب لم لم نفسه في وقت لم تكن للدولة أي وجود ولا أي حضور على الإطلاق وبالتالي فلا أخاف على شعب يمتلك من الوعي الكثير والكثير لكن دعني أن أوضح للأخ عادل حسني ومن على شكلته في الذين ينظروا إلى الوطنية بأنها وطنية إلا ربع فهم العمالة للإمارات قريمة والعمالة للقطار حلال بلال فإن كان رفض للوجود الأجنبي في القنوب وفي عدن فلي يكون رفض على الجميع فمن منح مأرب أن تتحرك بهذا الشكل بدون أن ينبس ولا كلمة واحد الحسني والقوى الأخرى وخصوصا في حزب الإصلاح الذي يوظف كل طاقاته إلى صدر القوى الجنوبية والثورة الجنوبية وبمختلف أجهزتها ومجالسها الثورية فإن كان هناك نقد للتحالف فليتم نقد الجميع للتحالف كله أما تجزئت الأمور بهذا الشكل لكن الآن قطر ما عادت مع التحالف نعرف لماذا يتم تسليط الأضواء على الإمارات لأن الإمارات أقرب إلى القضية الجنوبية وأكثر تفاهمها للقضية الجنوبية وقطر بعيدة كثيرا عن مماس دائرة القضية الجنوبية فهي بعيدة عن انتقادات الحسنية والأصوات الأخرى التي ترى فيها كذا يعني عينها كليلة على ما تريد وتسلط الأضواء في سهمها ما الذي تفعله قطر؟ سيد السقلدي ما الذي تفعله قطر بالنسبة للوضع الأمني في عدن؟ ما الذي تقوم في لي كما يعني يفهم من كلامك أنها تتسبب بالطرابات فيها؟ ما الذي تقوم فيه؟ مثلما قلت لك سابقا أن الجنوب أصبح ساحة لكثير من القوى الأقليمية فإن كنا سننتقد تصرفات هذه القوى الأقليمية فننتقد جميعها وليس ننتقد دولة عن دولة بحسب قناعاتنا السياسية فأنا على يقين وعلى ثقة تامة بأن الانتقادات التي توجه للإمارات هي على خلفية القضية الجنوبية وعلى موقفها القريب من القضية الجنوبية ويتم استبعاد كل الانتقادات والغض الطرف عن كل المساوى وكل البلاوية التي ترتكبها الدول الأخرى لأنها تناصب القضية الجنوبية لعدها وبالتالي القضية الجنوبية هي المقياس عن نقدنا أو صمتنا عن هذه الدولة وتلك الدولة فالتحالف هو منظومة شاملة فإن كنا سننتقده فلنتقد كل تصرفاته وبدون تجزئه أما أن تستهلي في الإمارات تحديدا وتغض الطرف عن دولة تانية فهنا الأمر مكشوف واضحا بأن الأمر هو سياسي وليس على خلفية انتهاكات أو على خلفية سجون أو على خلفية إنشام جماعات ميليشيات أو ما إلى ذلك من التوامل التي لا شك بأن جزء منها صحيح ولكن إذا كان المعيار وإذا كان المعيار هو يتم قياسه على الجميع فلن يكون هناك أي رجل فيها إذن القضية الجنوبية هي الأساس القضية الجنوبية هي الأساس كما تقول ومن يقترب منها يجب البناء عليه والدفاع عنه سيد الحسن ما رأيك بهذه الخلاصة؟ الله يا أخي احنا برد جنوبيين احنا ما قينا من بوركونافاسو طيفك الكريم يعتبر الناس كلها جنوبيين قلتك هذا العقلية منذ زمن هذا من الستينات يعني مشكلة عندنا في أصحابنا يعتقد أنه هو الجنوبي والناس ليس جنوبيين هناك حديث للسيد الصقل نعم الجنوبية يا عديد الجنوبية ليست دوات أحمر الجنوبية ليست مفتور ولا هي ورقة فياتف يا راقلين الجنوبية هي مواقف وطنية وليس ولاات واستثمار قضية جنوبية ليست شركة التعتبار نحن نتخلق بشيء اسمها اليمان نعم ونقدس شيء اسمه اليمان وتراب اليمان وأرض اليمان جنوبيتك لا تعطيك أنت لكن من كان عزم على الإمارات سيد الصقلدي أنت تقلد للجنوب ولا يتعطيك سيد الصقلدي أنت تتاجر بالقضية الجنوبية أنت كانت جنوبي في المعيال الجنوبيتك ليم الموقف في الجنوب هو علينا جميعا نحن قاتلنا جميعا في الجنوب في اللحظة التي كان هؤلاء أصحاب الضحية للجنوبية في لبنان حتى حجم الأصلاح قاتل للجنوب لكن على ما ذا قاتل انت قاتلت لأهداف أخرى سيد الصلاح سأتيح لك المجال سيدك حتى طارق صالح الأعمار حتى طارق صارح قاتل يا سيد صلاح سأعطيك المجال للرد سأعطيك المجال للرد سيد صلاح سأعطيك المجال والوقت للرد دعنا نسمع ما الذي يقوله سيد الحسني وسأعطيك الفرصة للحديث تفضل سيد الحسني ما أدري أين أقول لك لا أرد على ضيفك الكريم أقول له أن القضية الجنوبية قضيتنا جميعا لا أحد زايد على الجنوب الجنوب سفقنا فيه دمائنا جميعا أغرب الناس إلي قتلنا في حرب لا أحد زايد ولا أحد تاجر لحظة لا تزايد ولا تتاجر فلا داعي للمزايدة في هذا فالجنوب ليس حكرا على أحد قلت لك عقل ولا المتاقرة ولا المتاقرة هذا عقلية على الجمل طيب يا سيد الصقلدي سأعطيك المجال قضية الشعب قضية وطن سأعطيك المجال سيد الصقلدي سأعطيك المجال دعنا فقط يكمل السيد الحسني نقطته إلى بشكل كامل حتى أعطيك المجال لتطرح ما تريد تفضل هو ذكر مارب ونغمة مارب ويعني النغمة على مارب والله لا أدري من الذي صنع أهل مارب أهلنا وهذا والله شيء معيب أهل مارب لا ردوا على الناس لا أسمع رجل قبيلي ولا شهم ولا كريم لا في عبيدة ولا في مراج رد على هؤلاء الحسنات بكلمة والله ما رأينا من مارب إلا كل أخوة الحسنات هو من يرحل نفسه لقطة ويستلم شيكا دعوه يكمل النقطة يا سيد صلاح يا سيد صلاح دعوه يكمل النقطة رجاء من يرمي نفسه تحت أقدام الملوك والأمراء رجاء من يرمي نفسه تحت أقدام الأميرة موضة أن هذه الأصوات التي ستسمعونها وتنبح عليكم ليل نهار أنها لا تمثل أحرار في الجنوب سيد الحسن أرجو سيد الحسن أرجو أنها لا تقرأ أن أتحفظ على بعض المصطلحات التي تطرحها سيد السقل أرجو منك أرجو منك الانتظار قليلا سأعطيك المجال للرد دعوه يكمل فقط دقيقة فقط حتى نسمع منه ما يريد وأنا أتحفظ على المصطلحات أرجو يعني ضبط المصطلحات والتوصيفات سيد الحسن حتى يكون النقاش أكثر سلاسة أكمل حتى أعود إلى ضيف السقل أقول لك أخي أنا أقول ها هو نيابة عن كل أحرار وأشراف المناطق الجنوبية المحررة أن المناطق الجنوبية المحررة في ظل حكم المليشيات وهذه الأصوات التي تتعالى الليل ويوم على إخواننا في المناطق الشمالية أنها لا تمثلنا نحن عندما يقاتلنا الشمالي أو الجنوبي أو الجنية أو القربي أو الشرقي سنقاتل لكن لا نستعد الناس لا نذهب إلى أصحاب البسطات والضعفاء ونحتل أماكنهم وبيوتهم ونهجرهم نمنع النازحين هذه ليست أخلاقنا يا أخي هذه ليست أخلاق الجنوبيين هذه العصابة لا تمثل أبناء الجنوب نحن نسمعها للعالم كله هذه عصابة خاضعة لأجنده وبرنامج معين لتشويه المحافظات الجنوبية حتى تبقى هذه الدويلة مسيطرة عليهم أنا أتمنى لو كانوا رجال تعطيهم الدولة تسلمهم مطار تسلمهم مينة تسلمهم منفذ كل شيء بيدها وهم مجرد شركة مقاولة لا يشعر وضحت هذه النقطة وضحت هذه النقطة سيد الحسني وضحت هذه النقطة سيد السقل في نهاية المطاف لا توجد قيادات موحدة للأجهزة التي يبدو أنها ستستمر بأن تكون خارج خارج عن سيطرة الحكومة هذا يعني هذا يهدد الوضع الأمني بالنسبة لليمنيين لأهل عدن بالتحديد هذا التنافس بين هذه القاضة ألن يقود إلى مواجهات فيما بينهم ألا تخشون أنتم في عدن من مواجهات قد تعصف بالعاصمة المؤقتة مثل ما قلت أكثر من مرة بأن هذا التعدد هو نتيجة لتعدد المشاريع السياسية وهو ناتج عن غياب الحل السياسي للأزمة اليمنية وللقضية القنوبية بسبب مماطلة القوى داخل الشرعية والأحزاب بجميعها بوجود حل سياسي عادل للقضية القنوبية فطالما بقي الحل السياسي وغياب الحل العادل للقضية القنوبية سنرى كثيرا من هذه الصراعات وسنرى كثيرا من هذه الخلافات سواء بالقانب الأمني أو على الصعود السياسي سيد الحسني سأترك لك المجال وغيرها من المجالات الوحيدة سيد الحسني سأترك لك سؤال الوحيد الآن ما الذي يمنع الحكومة وهي في نهاية المطاف صاحبة الشرعية وفقا لكل القوانين الدولية ووفقا لكل قرارات مجلس الأمن هي قادرة على أن تقول لمن تريد إلى اللقاء مع السلامة لا نريدكم ما الذي يمنعها من توحيد ودمج هذه الأجهزة بالمؤسسات الأمنية والإشراف عليها يا أخي الشرعية تقاتل على أطراف عدة هذه مليشيات في الشمال مليشيات في الجنوب أجندة في الشمال أجندة في الجنوب والشرعية قد وصلت إلى مرحلة الصفر هي تلملم وتلملم وتحاول وعليها عتب وعندها أخطاء كثيرة جدا لا ندافع عنها ولا ندافع عن أخطاء لكني أقول لك من باب العقل والمنطق أن البديل للدولة هي المليشيات الدولة على عجرها وبجرها على أخطائها يجب أن نملكها ونحافظ عليها حتى تستقيم عودها ثم بعد ذلك من كان عنده برنامج من كان عنده حزم فليتفضل ولا يحكم ما عندنا مشكلة في هذا لكن في ظل هذه المرحلة الحارقة تشك المليشيات وتطعر الدولة بخنجر مسموم الخلف فهذا ليست لمصلحتنا يا أخي ليست لمصلحتنا جميعا ستقرغ السفينة وسنقرغ وضحت هذه النقطة سيد الحسني وضحت هذه النقطة سيد الحسني صوت المنطق صوت الحق لا تزود أصوات همجية عبثية وضحت النقطة سيد الحسني شكرا لك على تواجدك معنا القيادة السابق في المقاومة من عدن مقاومة عدن كنت معنا من كولنبور عدل حسني وكذا الشكر موصولي الصحفي صلاح السقلدي الذي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن الشكر موصولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر